السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سنة ربعا نكمل ان شاء الله الوحدة الستة نعرض عن اخد لسون تو تعال نشوف مع بعض عندي كلمة الكلمات الاقتصاد اسمه ايكانومي ايكانومي راتب سلري 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 حكومة جوفرنمانت 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 بشكل سيء بادلي 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 خطأ wrong 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 اعمال محلية local businesses local businesses local businesses طباخ a cook a cook a cook a cook مجموعة collection collection او group لها اسمين collection او group نقولهم تاني ايكانومي ايكانومي اكتصاد سلري 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 راتب جوفرنمانت 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 حكومة بدلي 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 بشكل سيء wrong 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 خطأ طباخ local businesses local businesses local businesses local businesses local businesses اكوك 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 طباخ collection او group collection او group collection group طيب عندي طريق road 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 كل hall 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 يبقى هنا عندي road hall زبون customer 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 شركة company 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 اشارة مرور traffic light traffic light traffic light traffic light traffic light traffic light قوانين او قواعد rules 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 فندق hotel 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 عامل worker 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 قبح مرور يعني عائل في مد storeаны و أنهم عامل في مرورة لمبقى تحدث او معامل في مد within you Main Rest petites طيب عندي مجمع من الأفعال عندي بيربز يشتري باي 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 يستريح ريلاكس 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 يشكر ثانك 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 عندي باي ريلاكس ثانك باي ريلاكس ثانك طيب يحصل على راتب يصنع أشياء ميك ثانكس دفع إلى بيد تو يفكر فيه تينك اباوت تينك اباوت تينك اباوت ينقسم إلى ديفايد انتو ديفايد انتو ديفايد انتو يدفع من أجل باي فور باي فور باي فور باي فور باي فور طيب تعالوا نشوفوا هنا عندي كده ديفينايشنز يعني مجموعة من التعريفات طيب الحاجات دي انا درستها في الجامعة تعالوا نشوفوها كده ايكونومي ايكونومي يعني الاقتصاد the way the way a country makes and uses money معنى كلمة الاقتصاد ايكونومي معنى ايه the way a country makes and uses money هو الطريقة التي تصنع بها الدولة المال وتستخدمه industry يعني الصناعة a collection of businesses that work together a collection of businesses that work together يعني مجموعة من الاعمال التجارية التي تعمل معنى salary salary الراتب money paid to people who work money paid to people who work يعني salary ده هو الراتب هو المال اللي بيدفع للاشخاص الذين يعملون government الحكومة the group of people who make rules of the country مجموعة من الاشخاص التي تصنع القوانين بالدولة طب هنا بيقول لي let's learn يلا نتعلم our economy is divided into industries يعني بيقول لي ان ينقسم اقتصادنا الى صناعات in every industry في كل صناعة there are thousands of people and many different jobs بيوجد الاف من الاشخاص والعديد من الوظائف المختلفة when tourists arrive in Egypt لما السياح بيوصلوا مصر they need a hotel and they need a bus or a taxi هما بيبقوا محتاجين لفندق عشان ينموا فيه محتاجين لأوتوبيس او تاكسي يوصلهم الاماكن اللي هما عايزين يروحوها يعني the hotel needs electricians, plumbers, cooks and cleaners local businesses need hotels too بيقول لي ان الفنادق دي بتحتاج كهربائيين وسبكين وطهاء وعمال نظافة تحتاج الاعمال المحلية للفنادق ايضا يعني كل مكان بيحتاج للتاني وكل مجموعة بتساعد التاني طيب some of their salary goes to the government to pay for things like roads and schools بعض من راتبهم براتب العمل دول بيذهب الى الحكومة لتدفع ثمن ليه ضرائب يعني ضرائب بتاع اللي بياخدوها من المرتبات بيدفعوا بها ثمن اشياء بيعملوها في البلد زي الطرق والمدارس والكباري والمواني كده يعني the hotel pays a salary to workers ان بيدفع الفندق راتب للعمال the workers use their salary to buy food clothes and for transportation يعني العمل دي بتاخد الراتب بتاعهم بيدفعوا بقى الشراء بيشتروا طعام بيشتروا ملابس بيدفعوا المواصلات بتاعتهم طيب تعالوا هنا عندي قصة كده industry يعني الصناعة reading تعال نشوف القصة بيقول the things we make buy and sell are all part of the country's economy بيقول لي الحاجات اللي احنا بنصنعها وبنشتريها وبنبيعها كل ده بيبقى جزء من اقتصاد البلد our economy is divided into industries بيقول لي ان الاقتصاد بتاعنا مقسم الى مجموعة من الصناعات such as fishing farming tourism etc يعني الاخ كده زي ما احنا بنقولها بالعربي بيقول لي اقتصاد ده بينقسم الى مجموعة من الصناعات زي مثلا الصيد الزراعة السياحة وهكذا in every industry there are thousands of people and many different jobs بيقول لي ان في كل صناعة في الاف الناس لهم العمال يعني وفي الكثير والعديد من الوزار في المختلفة for example تعالوا بقى ناخد مثال let's think about the tourism industry in ايجبت بيقول لي كمثال مثلا تعالوا نتكلم عن المجال السياحة في مصر when tourists arrive in Egypt they need a hotel and they need a bus or a taxi to take them to the hotel بيقول لي مثلا انا اتكلمنا في مجال السياحة بنقول ان السياح لما بيجوا مصر محتاجين فندق ينموا فيه محتاجين اوتوبيس او تاكسي يوصلهم لحد الفندق او للاماكن اللي هم هيتفسحوا فيها يعني many people work in the hotel وفيه ناس كتير طبعا بتشتخل في الفندق ده the hotel needs electricians and plumbers to fix problems الفندق ده هل هو فاضي؟ لا ده فيه عمال محتاج لكهربائيين محتاج لسباكين يصلحوا المشاكل اللي موجودة في الفندق cook to make food والناس بردولتو يطبخوا الطعام في الفندق and cleaners to keep the hotel clean محتاجين كمان عمال نظافة عشان الفندق يفضل نضيف تمام؟ طيب عندي local businesses need the hotel too for example the hotel buys food from farmers بيقولي كمان ان هي المحليات التجارية بتبقى محتاجة كمان طيب ثانية ارد ونكمل طيب عندي كمان هنا نكمل local businesses need the hotel too كمان الاعمال التجارية بتبقى محتاجة للفندق ايضا for example تعال نشوف مثال the hotel buys food from farmers الفندق دي بتشتري الطعام او الخضروات يعني والفواكه من الفلاحين everything in the hotel comes from other businesses كل حاجة موجودة في الفندق بيجي من ايه من الاعمال التجارية الاخرى the hotel buys a salary to the workers والفندق بيدفع المرتبات للعمال the workers use their salary to buy food, clothes and for transportation وبرضو نفس الحكاية العمال بتاخد رواتب بتاعتهم وبيصرفوه على الطعام والملابس ووسائل المواصلة some of their salary goes to the government to pay for things like roads and schools والحكومة بتاخد جزء من الروابط بتاعتهم دي وبيعملوا بيه طرق وبيعملوا بيه كمان مدارس when we work لما احنا بنشتغل our salary helps our community and the whole country لما بنشتغل المرتبات بتاعتنا بتساعد المجتمع بتاعنا وكمان بتساعد دولتنا طيب تعالوا هنا بقى بيقول think about one of the industries you like what job are in that industry بيقول يعني فكر كده وتكلم عن المجالات الصناعية دي اللي انت بتحبها والوظيفة في اي مجال يعني مثلا بيقول tourism industry لو احنا هنتكلم عن مجال السياحة بيبقى في اي مجال السياحة بيبقى في الناس اللي بتشغل فيه يعني عندي cleaners عمال النظافة عندي electricians اللي هم الكهربائيين عندي plumbers السباكين عندي guides اللي هم المرشدين سياحيين طيب تعالوا هنا كمان بيقول لي خدنا قبل كده هو قلنا ده بيسأل عن الذي او التي لو جد في النص لكن كان في الاول لما بتجي في السؤال بمعنى ما بيقول لي ضمير واصل بمعنى الذي او التي يعود على شخص عاقل او مجموعة من الاشخاص يعني example this is this is builder who built our house يعني اللي هو عامل البناء ده الذي يبني او بنا بيتنا ده الدكتور ده هو اللي ساعد المرضى طيب تعالوا بقى نحل التدريبات عندي اتفقنا ان السؤال ده واد بشوف رقم الصفحة 290 ورا خالص هنلاقي الاجابة بتاعته وهنقرأ الجملة كاملة للتلميذ وهو هيقول لنا ايه الكلمة ايه النقصة طيب عندي هنا that taxi driver drives very badly بيقول سواء التاكسي ده بيسوق بطريقة سيئة او بشكل سيئ يبه هنا drives هي اللي نقصة she teaches math هي بتدرس math يبه هنا عندي teaches هي اللي نقصة mechanics fix cars الميكانيكين بيصلحوا السيارات fix هي النقصة hotels need cooks to make food القتلات بتحتاج الطهاء عشان يعملوا الطعم طيب هنا choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة number one when tourists arrive in Egypt they need a hotel يعني عندما السياح بيوصلوا مصر بيوصلوا arrive in arrive in طيب يبقى نختار in number two our economy is divided into industries يعني المجتمعات بتاعتنا او القصات بتاعنا مقسم الى صناعات يبه هنا انتو divided into بختار كلمة انتو the hotel buys a salary to the workers يعني الفنادق بتدفع المرتبات للعمال يبقى اختار كلمة buys pays طيب هنا عندي number four this is the dentist who fixed my teeth يعني بقول ده طبيب الاسنان الذي قام بتصليح سنتي طيب يبقى نختار هو the hotel buys food from farmers بقول الفندق بيشتري الطعام من الفلاحين عندي كمان cleaners keep the hotel clean عمال النظافة بيخلوا الفندق نظيف طيب تعالوا نقربة قديلة نفس الجزء اللي احنا قرناه when tourists arrive in Egypt they need a hotel and they need a bus or a taxi to take them to the hotel many people work in the hotel the hotel needs electricians and plumbers to fix problems cooks to make food and cleaners to keep the hotel clean منقول لما عندما السياح بيقوا مصر هما بيحتاجوا فنادق بيحتاجوا اوتوبيس او تاكسي عشان ينقلهم من الفندق الكثير من الناس بتعمل في الفندق الفندق بيحتاج عمال كهرباء بيحتاج سباكين ليصلاحهم من الشكل اللي في الفندق كمان الطهاء بتصنع الاكل والعمال النظافة بينظفوا الفندق read and answer t true or if false صح وغلط number one cooks keep the hotel clean الطهاء هما بيخلوا الفندق نظيف لا طبعا false tourists need a bus to take them to the hotel السياح بيحتاجوا الاوتوبيس عشان ياخدهم للفندق true hotels need plumbers to fix problems الفنادق محتاجة السباكين عشان يصلحوا المشاكل true what jobs are in tourism industry يعني ايه الوظائف اللي موجودة في مجال السياحة نقول electricians plumbers cooks and cleaners ونسينا اهم واحدة نسينا اهم واحدة guides عن design طب هنا مفروض اه طب هنا مفروض اند أند كلينر مفروض نحطاه هنا عشان اند لازم تجي في الاخر اه لما نجي نذكر حاجات كتير مش زي زي يعني اللغة العربية بنقول محتاجة محتاجة كهربائيين وسباكين وطباخين ومرشدين سياحيين يعني عملنا الزفا لا مش بيقولوا كده ما بيحطوا ما بين كل كلمة و كلمة كومة قبل الكلمة الأخيرة بيحطوا و بقا دي يعني يقولوا ايه في اخر حاجة اخر واحدة بيقولوا قبلها كلمة ايه ايه وتقلوا مترو widget ه BE WHO KEEPZ THE HOTELCLEASE من اللي يعجلت الفندوق نديم فالCleaners انه أجلت طيب تعالوا هن فالفلاحين يعملين بعمل الفلاحين Fastene L which احنا ما بنروح اي مكان بنقول ده زبون احنا بنعتبر زباين للمحلات لأي مكان بندخل نشتري منه فبنقول الزباين هما اللي بيدخلوا يشتروا الطعام وبعد كده بيقلوا يكلوا المهندسين قلنا ميك زواند تورباينز اللي هما بيشغلوا اللي هي توربينات الهواء درايفرز السوئين درايفرز دليفرز الفود هما اللي بيقاي بيوصلوا الطعام طيب هنا ريارانجز الفولونج سنتنسز قاعد ترتيب الجمال اتي نقول وين دي ميك الكتريسيتي يعني الرياح بتصنع الكهرباء ونسيت اكمل الكتريسيتي تورباينز تورباينز وين ميك الكتريسيتي تورباينز يعني الهواء هو اللي بيحرك لنا التوربينات الالكترونية الكهربائية طيب يعني الاقتصاد بتاعنا مقسم الى صناعات يعني كثير من الناس بيعملوا في الفنادق هنا بقى بيقولوا why do people work للناس بتشتغل هنا يعني بمخي كده اشوف الجملة دي صح والغلط ونكتبها they get a salary هم بيشتغل عشان ياخدوا راتب صح true they can help people عشان يساعدوا الناس اوه مانا لما بيشتغل حاجة بساعد حد تاني true بردو they can relax عشان يحسوا بالاسترخاء كده والراحة لا طبعا في الشغل مفوش في راحة يعني they can make things يصنعوا الاشياء صح هم بيصنعوا الاشياء طيب عندي هنا بيقول لي write a sentence on each picture using these words عايزني اعمل جمل على الصور دي وبس باستخدام الافعال اللي فوق build انا عندي البنة هقول عليه اقول builder is building houses يعني البنة بيبني البيوت building طيب هنا عايز fix اقول a mechanic is a mechanic a mechanic ايه الغلطات الكتير دي mechanic is fixing cars يعني الميكانيكي بيصلح السيارات استخدمنا fix بس دخلناها في المدرع المستمار طيب هنا عندي a cleaner is cleaning our town اعمل نظافة بينظف مدينتنا استخدمنا clean حطنا الله اي ان يجي a doctor help us to be healthy يعني الدكتور بيساعدنا ان صحتنا تبقى كويسة وممكن اقول الجملة اللي كانت هنا كان في عن الدكتور رحت فين كنت لسه شايفاها عن الدكتور دكتور 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 كان في واحدة لسه هنا where are you هي يعني الجملة دي صح وكان في جملة تانية برضو شفتها ناسيت كانت فين كانت على الدكتور دكتور 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 طيب انتو اللي مع اسلحة مع قطر النادى هيلاقيها ان شاء الله دكتور تمام تعني انتو في البنكة ويشن يبقى هنا دكتور helps us to be healthy الدكتور بيساعدنا ان صحتنا تبقى كويسة the hotel the hotel bays a salary to the workers هنا the t capital في الاخر بحط full stop وكده خلصنا لسه انتو ان شاء الله خلصها لكو قبل الامتحانات وناخد المراجعة كده وعايزاكو تركزوا على الوحدات الاولى من المنهج ان شاء الله وتراجعوه نمازج ديسمبر اللي نزلت عشان ان شاء الله احتمال كده كدير ان الامتحانات تيجي من الوحدات الاولى منش الاخيرة بشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة